نهاية مظلمة لعشرية سوداء على مستوى حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية هكذا وصف التقرير السنوي للهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطينية ازدياد الانتهاكات بحق الفلسطينيين في العام 2020 من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي قتل وأعدم العشرات منهم وأوغل في استيطانه وسرقة أرضهم استمرت سلطات الاحتلال في استهداف المدنيين وقتلهم وفي عمليات اعدام ميداني في الضف الغربي كان خلال مقتل الطفل علي أبو عالية وأيضا قتل تسع أطفال خلال العام 2020 وأيضا استهداف وقتل تلاء 13 من المدنيين الفلسطينيين من بينهم أربع من الأسرة توفوا في سجون الاحتلال فهذا العام هو الأسوأ أما على المستوى الداخلي ارتكبت السلطات الحاكمة في غزة وضفة جملة انتهاكات تمثلت بفضل التجمعات السلمية والاحتجاز التعسفي والاعتقال على خلفية سياسية العام الماضي انتاز تعد على حرية التعبير عن الرأي والتجمعات السلمية وأيضا الحق في الانتماء وذلك ما رأينا من خلال استدعاءات المتكررة للمواطنين على خلفية الانتماء السياسي والاعتقال السياسي واقتحام المخيمات في الضفة الغربية انتهاكات أحدثت تغييرات في النسيج المجتمعي عكست على النساء الفلسطينيات حيث زادت عمليات القتل بحقهن عام 2020 عام مظلم للنساء الفلسطينيات تحديدا في قطاع غزة زادت كما سمعتهم حالات القتل كان في زيادة ما يقارب 28 حالي وأكتر مقارنة بما يصابق بالضفة وغزة أوضاع أسست لفكرة الخلاص الفردية وهو ما دفع أعدادا كبيرة من الفلسطينيين للهجرة يرى الفلسطينيون أن المصالحة الداخلية هي أساس للعودة للحريات العامة التي تكفل الحقوق لكافة الشرائح المجتمعية في نسليم الغد غزة فلسطين